ما إن أعلنت ماليشيا الحوثي والمخلوع صالح عن تشكيل مجلسها الانقلابي حتى سارعت إيران وعلى لسان المتحدث باسم خارجيتها بهرام قاسمي بدعم الخطوة الانقلابية الجديدة وانعقاد الجلسات البرلمانية التي حضرها قلة من البرلمانيين إجبارا من قبل الماليشيات والاعتراف بالمجلس المشكل في خطوة وصفها اليمنيون بأنها تحدي للمجتمع الدولي ورفضا للقرار الأممي 22-16 الدعم الإيراني لهذه العصابة ليس من اليوم وله زمن طويل هذا يعرف القاسي والداني لا يخفى على أحد وربما إيران تتباهى فيه أول ما بدأ الحوثيين عصابة الحوثي بعمل الانقلاب أول ما بدأوا دخلوا صلعة كانت هناك لقاءات وكان هناك حوزات إيرانية كانت تصرح بالفم المليان وزير الخارجية أو نائب وزير الخارجية الإيراني صرح بأكثر من مرة أن صلعة أو بمعنى أن اليمن أصبحت عاصمة الرابعة كل هذا الكلام أصبحت ظاهر للعيان وأصبح معروفا للعالم كله تدخل إيران في الشأن اليمني ودعمها للمليشيات المتمردة عسكريا وماليا وآخرها سياسيا لست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة وهو ما رفضته وآدانته الحكومة اليمنية على لسان مصدر الرفيع في الخارجية واعتبرته تدخلا سافرا في شؤون البلاد منتقدة وقفها الواضح ضد الإرادة الدولية الداعمة للشرعية اليمنية والتي ما جاء التحالف العربي لإنقاذ اليمن وحماية اليمنيين إلا بطلب رسمي منها ومباركة شعبية إيران تتدخل ليس في السياسة اليمنية وإنما تتدخل في القانب العسكري وهذا الأخطر وهي دولة ربما ليس لها علاقة في اليمن إلا محاولة تفكيك النسيق اليمني وتدمير المجتمع اليمني والجيش اليمني والشعب اليمني أيضا المطلوب اليوم من المجتمع الدولي وقفة قادة لإيقاف هذا الصلف الإيراني في التدخل في الدول اليوم يطلع مسؤول إيراني كبير ليقول نحتل عاصمة أو نحن الآن أصبحنا مسيطرين على عاصمة عربية رابعة هذا الصلف يجب أن يكون الموقف الدولي واضح هي المواقف المتناقضة والفاضحة إذن لنظام الإيراني والتي تثبت للعالم أجمع أنها ما تدخلت في بلد إلا وأهدته الدمار الكامل لتنفيذ أجندة خاصة بها لبنان سوريا العراق بلدان تدخلت إيران في شؤونها الداخلية فحل بها الدمار وها هي اليوم تحاول فعل ذلك في اليمن وهو ما يرفضه الشعب اليمني بأكمله ويطالب العالم بمنع هذا التدخل محمد الحذيفي الإخبارية تعز ترجمة نانسي قنقر